التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي تحالف سجنفاع فليبس جيلا لاستعراض عدد من المشروعات الجديدة المقترحة يأتي اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى مصر من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والسعي لإزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات القائمة أو التوسعات الجديدة لشركات القطاع الخاص في مصر إيمانا من الدولة بأهمية إعطاء هذا القطاع فرصة كاملة لزيادة مشاركته في المشروعات الجديدة وقد شهد اللقاء تقديم مقترح لتنفيذ أربعة مشروعات جديدة مقترحة لتحالف شركات سجنفاع فليبس وذلك باستثمارات تبلغ مئة مليون دولار